مرحبا يسعد كل اوقاتكم معكم الى الحمدالله حياكم الله وصفتنا لليوم هي الدولمة العراقية اللي ما جربها بنصحكم انكم تجربوها وصفة كتير زاكية بس لو سمحتوا بالبداية تعملوا اشتراك لقناتي وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد وبصندوق الوصف رح حطيكم رابط جروبي على الفيسبوك مطبخ الى الحمدالله لاتشاركوني تجاربكم بالطبخ بالبداية عندي هون الكوسة والبتنجان انا حفرتهم وجهزتهم وعندي هون ورق العناب سلقته حطت بمية السلق نصف معلقة صغيرة من ملح الليمون ومعلقتين كبار من زيت الزيتون زيت الزيتون بساعد على ان الورقة ضل طرية وملمسها كتير ناعم بيكون حتى اثناء اللاف هلأ رح ابلش معاكم بحشوة الدولمة عندي هون ثلاث كاسات من الرز المصري اللي هو الرز حبة قصيرة وعندي هون تقريبا اقل من نص كيلو من اللحمة المفرومة ناعم يفضل لو كانت مفرومة على السكين رح تطلع كتير اطيب بس انا كان متوفر عندي مفرومة على الماكينة عندي هون راس من البصل ونص ضمة من النعنع ونص ضمة من البقدونس وبعدها رح اضيف عليهم حبة متوسطة من البندورة كله طبعا مفرومة على الايد فرم ايد بعدين رح اضيف عندي ثلاث لأربعة حبات من اسنان التومة حجم وسط مفرومة نفرم ناعم برضو مش شرط ناعم كتير يعني متل منبين عندكم هون وهلأ رح اضيف معلقتين كبار من معجون البندورة وفي مكون الاول مرة باستخدمه بالمحاشي هو السماء كتير حبيت واعطاني نكها كتير بتجنن مع الدول ما صراحة حطت معلقتين كبار من السماء البلدي واخر الشي ضفت ربع كوب من الزيت النباتي وهلأ رح ابلش بالبهارات عندي اول شي عندي هون رح احط مغلف من الماجي انا بحب استخدم الماجي طبعا فيكم انتو تستخدموا الملح بس انا بحب نكهة الماجي اكتر بهارات ما بدها بهاراتي كتير رح اكتفي بمعلقة صغيرة من البهارات المشكلة او البهارات السبعة ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسمر هاي الاكلة ما تكتروا محا بهارات بيكون اطيب بكتير صدقوني هلأ معلقة صغيرة من ملح الليمون او حمض الليمون وكمان معلقة صغيرة من الملح ما تخافوا ممكترين ملاحية فيها كتير مكونات ملحتها كانت كتير تمام هيك واخر اشي رح احط معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة المطحونة برضه بتعطيها طعم كتير زاكي هلأ رح اعطيها تقليبة سريعة وهلأ رح اضيف المكون السحري اللي فعلا بيفرق بطعم الدولمة وكتير زاكي هو التمر الهندي حطيت ربع كوب من التمر الهندي طبعا تقدروا تستخدموا دبس الرمان بس انا ما بحب نكهة الحامض حلو فرح استبدل دبس الرمان بالتمر الهندي هلأ بالنسبة عندنا لأ البصل المحشي رح اعطيكم الطريقة اللي انا بستخدمها لأ البصل في عندي البصلة هنا مأشرة وبالسكينة بالطول رح اعمل فيها شقلة بس نص البصلة يعني لحد ما اوصل لأ اللوب بعدين بمقلاية على الغاز بكون محميتها قبل ضيقتين تقريبا رح احط البصلة وراح اعطيها تقليبتين على كل وجه من البصلة وراح ارجع اغطي عليها طبعا انا بحب هاي الطريقة لانا بتعطيني لون حلو للبصلة ممكن انتو تغلوا مية وتحطوا البصل فيها لمدة عشر دقايق هالحالتين بيزبط وراح تنفصل عندكم البصلة بكل سهولة هلأ رح اغطيها لمدة دقيقة بس وبعدين رح ارجع اضيف عليها ربع كوب من المي السخنة وراح اخليها لحتى تتبخر عندي المي تماما وهيك بيكون عندي البصل جهز هلأ رح اشيلهم من المقلة وافرجيكم كيف رح افصلهم عن بعض بكل سهولة طبعا ممكن كمان تعملوه هناية بس بلاش تتكسر معكم حبات البصل هيك كتير احسن وهلأ متل من بين عندكم هنا طلعوا كيف بتنشال معاي رقائق البصل هنا بكل سهولة ما غلبتني بالمرة هلأ رح نبلش نحضر الطنجرة بقاع الطنجرة المفروض ينحط عندي الباقالة او اللي هي الفول الاخضر هيك بتنعمل على اصولها بس انا لأسف ما كان متوافر عندي حطيت بصل وبندورة وبطاطا بعدين في عندي هلأ اللحمة اللحمة انا بحب اعمل لها غلوة واحدة بس على النار يعني بحط مع المية ورق غار وهيل وبصل واول ما تغلى خلاص بشيل المي وبحط اللحمة انا هيك بحب اشيل زفرتها قبل ما احطها هلأ رح ابلش احشي البصل متل ما هم بينا عندكم لا تكتروا كتير عشان الرز بيضعف وتكتر كميته بعد ما ينسلق او بنفش بالأحرى هلأ عندي هنا الكوساية مقدار بس الاصبع الخنصر او الاصبع الصغير لازم يكون فاضي في الكوسا والبيتنجان عشان نعطي مساحة للرز انه ياخد راحته بالنفش هلأ رح احط البصل والبيتنجان والكوسا بالطنجرة متل ما نبين عندكم رح احاول احطهم بشكل امرتب عشان لما نقلب الطنجرة يكون شكلهم حلو وبعد ها رح ابلش معاكم بلف الدوالي هلأ المفروض يكون في ورق سلق بس انا صراحة دورت عليه وما كان متوافر عندي الدول ما المفروض يكون فيها ورق السلق كتير ضروري بس اذا مو موجود عادي الدوالي الدوالي مثل ما نبين عندكم هون احطيت كمية من الرز وسكرت الجوانب وبعدين صرت الف بالدوالي واي زوائد اثناء الف بتطلع معي رح ادخلها لجوة عشان تطلع معي حبة الدوالي متناسقة وشكلها كتير حلو مثل ما نبين عندكم طبعا تأكدوا انه كمية الرز ما تكون كتير جوة الدوالي عشان تظلها محافظة على شكلها وما يعني ما يطلع الرز منها وصير شكلها مش حلو هلأ هيك صار عندنا كمية الدوالي اللي انا لفيتها للدول ما متل ما رح يبين عندكم هلأ ورح ابلش اصفتهم على الطنجرة فوق احبات الكوسة والبيتنجان ورح ابلش اعمل معكم الصوس اللي بدي احطه على الكوسة والبيتنجان او على الدول ما بشكل عام وزاد عندي اكم حبة من ورق الدوالي رح احطه على الدول ما من فوق حتى ما يسودوا عندي الورقات ورح امسكها وحطها على النار على نار وسط لمدة 10 دقايق اثناء تحضر السوس السوس عندي هذا السوس الخطير السوس الدول ما كتير زاكي عندي كوب كامل من التمر الهندي رح احط عليه مغلف من الماجي ومعلقة صغيرة من ملح ليمون طبعا ممكن تحطوا دبس رمان بس متل ما حكيت لكم انا ما بحب نكت الحامض حلو في دول ما ممكن تكون بدبس الرمان ودول ما ممكن تكون بتمر هندي ما في مشكلة هلأ عندي هون معلقتين كبار من معجون البندورة وكوبين من المي الدافية او السخنة يعني يفضل انها تكون سخنة هلأ رح اخلط المزيج كتير مني حندي حتى يتجانسوا مع بعض وراح احط معاهم كمان معلقة صغيرة من الملح وربع كوب من الزيت النباتي وهيك بيكون جهز عنا السوس السخري للدول ما هذا السوس اللي فيه كل النكهات هلأ الطنجرة عنا هون كانت على النار فالخضرة طلعت ميتها بعد عشر دقايق او ربع ساعة وهي محطوطة على نار وسط فهلأ بحط السوس كامل وبغطي الطنجرة رح خليها تغلى مع هذا السوس على نار عالي لمدة تلت ساعة مش عالية كتير تكون مائلة للوسط طبعا بعدين رح اوطي النار على الاخير ورح استعمل هذا الشبك اذا مو موجود ما فيه مشكلة طبعا لانه بيوزي عندي الحرارة على كل اتجاهات الطنجرة بدون ما تنحرق عندي الطبخة اوطي عين الغاز على اقل اشي واخليها لمدة ساعة ونص بعد ساعة ونص كانت عندي مستوية تماما هلأ اهلنا بالعراق بحبوا يحطوا خبزة قبل ما يقلبوا الدولمة وفعلا جربتها وطلعت كتير زاكية وبتتشرب كل النكهات او كل الصس لما ينزل وطعمها كتير بيكون زاكي هلأ قلبنا الطنجرة وطلعت اللوحة الفنية هاي فعلا تستحق التجربة انا اول مرة بعملها اول مرة بجربها وكتير عجبتني ومش رح تكون الاخيرة وبنصحكم انكم تجربوها كنت معكم آلاء حمد الله اذا عجبتكم الوصفة لو سمحتوا تعملوا اشتراك لقناتي وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد مع الف سلامة